موسيقى 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 القطري أنا من وجهة نظري في مدرب مدرب بتاعه مدرب أسباني كسب كسر عالم 2013 خد مديريا فضة مع قطر لا مدرب محنك فيرة ده من المدربين اللي ليهم أسلوب معين في اللعب بيدرس في العالم ودي قوة منتخب قطر طيب نروح للمنتخب الياباني تقييم حذكر منتخب الياباني ممكن التاريخ مش كبير على الصعيد العالمي ولكن على قرى الأسيوية أكيد دوره كان واضح جدا هو منتخب الياباني جي قبل بطولة قبل الأولمبياد باربع سنين اتعقد مع مندرب منتخب ألمانيا وهو أسلندي زريكسون على سن يطور الفريق عشان ما يوصلوا للأولمبياد يظهروا بمظهر كويس ويظهروا يخشوا في مكانها كويسة يعني لازم نكون موقعيين من ساعة ما وصل بقالوا حوالي ثلاث سنين مع منتخب الياباني ما دادناش نلاقي البصمة اللي نقدر نقول عليها أن المتخب الياباني اتغير لكن هو مندرب دايما بيكلم على أن السرعة الفائقة في أفراد اللعيبة المتخب الياباني بيعتمد على السرعة وهو مندرب أسلندي ومدرسة الأسلندية بتعتمد على القوة وتعتمد على المهارة في التصوبات من خارج الخط التسعة اليابانيين لا بيعتمدوا على السرعة يمكن ده اللي عمل عنده مشكلة في أنه يقدر يوصل المفهوم والفكر بتاعه لكن هو عمل حاجة كويسة في اليابان اليابان عمره ما كانتش بتلعب ستة صفر لأول مرة مع المدرب ده بيبدأوا يدفعوا بدفاعات ستة صفر وعشان كده هم يمكن عدد الأهداف اللي جات فيهم بقت قليلة لكن ما زالوا بيتمتعوا بالعمل الهجوم السريع المهاري اللي كل الناس بتسعت به أثناء المباراة طيب السياسة يعني رؤية المدربين على بطولة عدد المتشاط فيها زاد يا كابتن وحنا بنتكلم بقى 32 منتخب والمنافسة مش شرط تكون أشرص لأنه بقى فيه دخول لمنتخبات ممكن يكون أول ظهور لها وتاريخها في كرة الياد مش أكبر حاجة ولكن بدنيا وذهنيا أنت لسي تكون شغل مع العيبة بتاعتك بشكل مختلف عن أي بطولة بكده وإحنا لو تبعنا التصرحات المدربين هلا أنه فيه مدربين ودول كتير هدفهم أنه هم يخشوا الدور الرئيسي لأن عدد زيادة الدول دي خلت بقت في دول أول مرة توصل وبالتالي الدول دي بيبقى عندها طمع أن هي تخش الدور الرئيسي في دول كتير منها اليابان عايزة تخش الدور الرئيسي لأن اليابان طلعة تاني أسيا فهي من حظوظها أن هي تخش الدور الرئيسي وبالتالي يبقى ليها دفعة عشان عندها الأولمبياد في شهر 8 تقدر تقدر تعمل حاجة في المباراة هو المدرب يتكلم بواقعية وقال أنا جاي البطولة دي عندي حظوظ أن أنا أخش الدور الرئيسي معايا قطر وممكن أكسبها معايا أنجولا ممكن أكسبها وخصوصا أنه هو حظوظه على فرة أنجولا في بعض المباراة اللي لعبها إذا كانت رسمية أو ودية كانت كويسة ويدر أنه يكسب ويخش الأدورات التانية طيب اللاعبين في الفترات اللي فاتت أكيد البطولات كانت مش في أفضل حال تتوقع إيه المستويات المنتخبات اللي هتيجي بقى البطولة بكم يوم وممكن يكون فيه فرصة أن نحن نشوف مطشاط احتكاك ودية قبل انطلاقة البطولة بصي المبدأ ده على كل المنتخبات يعني أنا شايف أنا آسف يعني أقول شايف مقولة أو نغمة مشية إنه مافيش احتكاك مافيش مباريات مافيش ومافيش مافيش مافيش آآ على كل المنتخبات المنتخب الكويس اللي هو هيستثمر الشغل بتاعه اللي هو أدى المدربين المدربين اللي هيتعبوا الجداد عندنا مدربين جداد على منتخبات أول مرة يلعبوا معهم بطولات دول اللي هيتعبوا لأن ده عشان يوصل فكره لازم يلعب عدد منطشاط كتير وبالتالي يوصل بالزبط زي مثلا مدرب منتخب ألمانيا مدرب السويد اللي في مجموعاتنا جديد على الفرق ملعبش معهم قبل كده مدارف منتخب فرنسا هم دول اللي هيتعبوا أعتقد بيات المدربين اللي بقالهم سنة أو اتنين مع منتخباتهم يعني حصوصهم في التعب مش تبقى كتير لأنه بقاله فترة كتيرة أكيد وصل طريق الدفاعه أكيد وصل العمل اللي عايز يوصل لي للفرقة هي بس مشكلة المطشاط الودية هي بتوضح له تفاصيل صغيرة بس أعتقد أنه بقاله فترة مع منتخباته فعارف هو التفاصيل يقدر يحلها مع فرق تفضل يا كابتن المنتخب اللي فيه نجم منور واللعيبة كلها بتخدم عليه وبيظهر بشكل فني كويس هزا المنتخب ولا تفضل أكتر ممكن ما يكونش فيه نجمة أوحد ولكن برضو الأداء فيه تناغم وفيه تواصل وكامستري ما بين اللعيبة طب ما نجي نقل بالسؤال لعبتنا لعبت ايه لعبتنا احنا اللعبة اللي احنا بنلعبها لعبة جماعية يبقى يبقى لازم فريق كله يبقى لعبة بس بنشوف منتخبات كده هلا فيه بنشوف منتخبات زي ما عندنا مثلا أحمد الأحمر اللعيب مميز ومهارة وقوة ورشاقة وكل حاجة كويسة منتخبات كتير على مستوى العالم فيها لعيب بس اللعيب ده دوره يبقى الوقت اللي احنا محتاجينه يكسبنا هو بياخد الكرة ويقدر يكسبنا ما بيقاش دوره ان طوله المباراة هو الفرقة بتعتمد عليه لان في الأول في الآخر هي لعبة جماعية فالنجم في أوقات معينة نقدر نكسب زي دلوقتي المتخصصين بيتكلموا في كورة اليد عن ايه عن حارس المرمو مش معنى ان حارس المرمو بيصد كتير انه نجم المباراة لا تفاصيل حراسة المرمو دلوقتي على مستوى العالم بقياس التصويبة المهمة أثناء المباراة اللي بيها الحارس المرمو صدها قدرت الفرقة تكسب المباراة فعمل منها كونتور اتاك مصلا بالزبط كنا خصانين صد كورتين خلانا نكسب وبالتالي هي دي عناصر الحارس الجيد عن الحارس اللي هو يقدر يصد او ما يصدر فيه مدربين كتير بحراس ما بيصدوش بيصبوهم لانه عارفين انه في الوقت المعين هيقدروا يصد كورتين او تلاتة يكسبون المباراة احنا لسة هنتكلم عن المجموعة التالتة ونخش اكتر في تفاصيلها ولكن هستأذن حضرتك نروح لهذا الفصل ومن ثم نواصل مشاهدين خليكم معنا لسة الكلام مستمر مع حضرتكم وموع واحد من نجوم كرة الياد المصرية كابتن طارق محروس منوارنا يا كابتن والنهاردة الحديث عن مجموعتين التالتة والربعة واحنا لسة بنتكلم عن المجموعة التالتة نروح لآخر المنتخبات اللي بيضمها هذه المجموعة وهو منتخب أنجولا تقييمك إيه يا كابتن؟ ومنتخب أنجولا الفترة الأخيرة حصلت له انتكاسة تلع رابع أفريقيا تأهل رابع بعد خسارته من منتخب الجزائر اتغير المدرب المدرب يمكن تصرحته كلها بيشتكي ما عندوش فرصة أنه يلعب ماطشات ودية وهيجي بطولة العالم بدون أي مباريات ودية لكن هو بيكلم عن الزاكرة السابقة أن فرقته في كاس العالم اللي فات قدر تكسب المنتخب القطري عنده حزوزه بيقوله أنه أنا ممكن أكسب المنتخب الياباني أعتقد أن المنتخب الأنجولي هيبقى رابع المنتخبات اللي موجودين في المجموعة دي حزوزه قليلة بيعتمد على اللعيبة الكبار السن يعني متوسط أعماره عنده 32 سنة اللعيبة يعني نقولي إحنا كبار يعني اللعبة مع المنتخب اليابان أو منتخب قطر أو منتخب كرواتيا هيبقى صعب لأنه العمر عنده كبير الحركة هتبقى بطيئة العمل الهجومي هيبقى محتاج سرعة ومش هيضر إليها في اللعيبة الموجودين معاه حاليا وهو عنده صعوبة طبعا زي ما بيقول لأنه ما عندهش أي نوع من الأنواع المتشاط الودية هو أخذ الفرقة وراح بيها معسكر للبرتغال لكن المتشاط مش هيفيد كتير لأن المتشاط بتبين مدى سوء اللعيب وتحسنه من فترة لأخرى طيب حضرتك ذكرت المباراة اللي كانت بتجمع ما بين المنتخبين الأنجولي ومنتخب القطري في النسخة اللي فاتت من كأس العالم في الدنمارك وألمانيا وانتهت فعلا بفوز منتخب أنجولا وكانت برضو في دور المجموعات المباراة اللي افتتاحية للمنتخبين هتكون قصاد بعض ترتيب المتشاط وهل ده ممكن يكون خالص محطوط في خلفية ذهن المنتخب القطري ولا هيتم فصلها حساء منتخب أنجولا رامي عليها أمال وطموحاز الفوز اللي مرة اللي فاتت ليه بقى لأن منتخب أنجولا ما كسب منتخب القطري كان خسران وفاضل دقيقة ونص وكرة مع منتخب القطري تخيال انت في دقيقة ونص منتخب أنجولا يتعادل ويكسب المنتخب القطري ويفوز بالمباراة ويبعدوا عن المنافسة والدخول في التمانية الكبار دي هم مش نسينها المنتخب القطري إن كان طول المماطش المنتخب القطري كسبان وفريت أنجولا بدأت ترجع للمباراة في آخر خمس دقايق ورجعت للمباراة في آخر دقيقة كان فاضل دقيقة وثلاثين ثانية أو عشرين ثانية وقدروا إن هم يجيبوا الكورة ويحرزوا هدف التعادل ويحرزوا هدف المكسب في آخر خمس ثواني وطبعا منتخب القطري مش ناسي وأكيد هيجي البطولة دي عايزة عوض الخسارة بتاعتهم أعتقد ده بيودينا النقطة وهي إن في أكتر من منتخب ممكن نصنفهم إن هم منتخبات أفرج أو أقل حتى من الأفرج بسبب تاريخهم وسبب زيادة المنتخبات زي ما كنا بنقول فمش كل المنتخبات على المستوى القوي بتاع منافسات كأس العالم الاستهتار وأعتقد ده اللي حصل ممكن ده يكون السيناريو اللي احنا بنتكلم فيه في النسكة اللي فاتت في هذه المباراة تحديداً أنت خلاص حسيت أن أنت ضامن المكسب تتوقع أن احنا نشوف أبساتس يا كابتن بتحصل من منتخبات ضعيفة مش متوقعة أن هي تقدر تحقق أفوز على منتخبات كبيرة وتحديداً في دور المجموعات اللي الكل دايماً بيكون حسسوا أنه عنده فرصة يعوض هو دور المجموعات الفرقة الكبيرة اللي احنا بنقول عليها الكبيرة دايماً تخش في المربع وتخش في الستة أو الأربع الأول دي بتيجي من أول يوم لآخر يوم عاملة حسابها على أنها توصل لآخر مدى وعارفة أن عشان أوصل لآخر مدى في البطولة لازم كل مباراة بتبقى بطولة لوحدها بنتكلم عن النقطة اللي حضرتك بتتكلم عليها بتاعت منتخب قطر يعني منتخب قطر منتخب مجمع يعني هم مش لعبة محترفين تقدري أن أنت توصلي لهم رسالة أن كل مباراة بطولة وبالتالي سهل أن أنت تكسبيهم في أي وقت لأنه هو بيلعب المباراة على أن هي مباراة مش فرقة معاه فبالتالي تداري تكسبي الفرقة دي لكن الفرقة القوية لا بتابع من حسابها للفرقة الضعيفة أكتر بكتير ما بيلعب مع بعض في المطشات القوية ترتيب اللقاءات وبيبقى شكل البطولات المجمعة دايماً الكل بيتكلم أن الصعود المستوى فيها بيكون بشكل تدريجي ودخول لعبة المنتخبات في فرمة المطشات برضو بييجي بشكل تدريجي ماذا أهميته وماذا ممكن كل منتخب يكون محظوظ أن فرقته الأولى تكون في المتناول أو أسهل من هو يكون بيلعب مع أفضل مثلا منتخب في المجموعة ترتيب المباراة هيفرق بالنسبة للمنتخبات الكبيرة في حاجة واحدة زي ما صرح أغلب المدربين قال لك أنا عايزة عدد دور الأول بدون أي إصابات وبالتالي هيلعب المتشات دي بحذر شديد هيلعب بقوة لكن مش قوة مفرتة ترتيب المتشات بالنسبة له هو عارف هو عايز أنو ماتش اللي طلعه أول مجموعة هيلعب المتشات التانين على قد المتشات إنما المتش القوي هيلعبه بكل جدية ترتيب المتشات يفرق مع الفرقة اللي جاية عايزة تصعد هي من الشين على إيه نشين على ماتش معين فبيلعب عليه يمكن أنجولة جاية مثلا بتتكلم على ماتش قطر فهي جاية من الشين على ماتش قطر وبالتالي هيبقى استعدادها وتركزها الكامل في هذه المباراة ممكن نلاقي دول كتير بردك مركزة على مباراة واحدة بتلاقيها في كل المتشات مريحة وجاية على المتشات المعين اللي هيصعدها تلعب بكل قوتها عشان كمان ما تبينش أوراقها في المتشات التانية تقدر تنزل تلعب تكسب المباراة اللي أعزائها طيب الأوراق ومش كل المنتخبات تبين أوراقها دي ممكن نقطة نتكلم عليها وكل الناس بتتفرج على ماتشات بعضها كل اللعيبة عارفين مدارس المدربين إزاي ممكن المدرب يا كابتن يلعب مع كل منتخب بشكل مختلف وبالشكل اللي يخليه فوز أكيد لازم يكون محافز على فريم معين دي الطريقة اللي بتريحني في اللعب ولكن برضو لازم يكون في سنة فلكسبيلتي ومفاجأة للمنافس بتاعه مين بقى اللي بيحدد ده في علم التدريب الجديد أو علم كورتيارد الجديد هو المحلل الفني ده مع كل منتخب محلل الفني بيقدر يحدد لك مدى مشاكل اللي كل فرقة بتحصل فيها إيه وبالتالي المدرب بياخد المشاكل دي ويبتدي يشتغل بها مع لعبته ويبتدي يحطها في الزكرة بتاعته يوم ما هقابل مثلا فرنسا هتقابل ألمانيا هو عنده مشاكل في الحتة دي 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 مطلعها للمحلل يبتدي يستدعيها كل فرقة قابل أي مباراة لها خمسين دقيقة في الملعب تدريب الخمسين دقيقة دي هو اللي بيشرح الخطة لفرقته عندهم نقطة ضعفهم في كذا وكذا في فرقة كتير بتلعب على المباراة بتوقيتاتها يعني مثلا يقولك فرقة ألمانيا مثلا فرقة ألمانيا أول عشر دقايق ما تشتغلش على الأجنحة اشتغل على نص الملعب نص الملعب عندها ما بقاش في أول عشر دقايق كل مباراة مركز نقدر نختريقهم بعدما المطش يعلى شوية نبتدي نشتغل على الأجنحة بعدما المطش يحصل تغيرات نبتدي نشتغل مع الدايرة لو هو كسبني أبتدي أشتغل على السرعة لو هو خسران أبتدي أهد الملعب من وهكذا فالمحلل في الزمن اللي احنا فيه زمن العلم بقاله يدور مهم جدا جدا مع المدرب ومع الفرق طيب إحنا بقالنا قد إيه والتقنية المحلل الفني دي موجودة مع المنتخبات المنتخبات الأوروبية بقالها كتير حوالي عشر خمستاشر سنة المنتخبات الجديدة يعني احنا كما يعني منتخب مصر ما يعديش سبعة تمان سنين بكتير قوي وبالتالي تأثيره بدأ يظهر يعني ظهر الحمد لله معنا احنا منتخب الناشئين الشباب وظهر مع منتخب الناشئين احنا قبل البطولة كنا في المعسكر دايما يوميا بنتفرج على لعيبة اللي هنلعبها وطرق ضعفها وطرق قوتها وننزل نتمرن عليها يوميا فانت داخل المجموعة حافظ اللي قدامك بيعمل ايه وبالتالي ده بيريحك وبالتالي ده بيدي للعيب فكر كتير متنوع تقدر انت خلال المبارات الغيرية فالدور المحلل بقى دور مؤثر وقوي عندنا بقى في محللين كتير محترمين في مصر عاملين شغل كويس وواضح تأثيرهم على المنتخب المصري والفرق اللي هم مشغلين عليها طب يا كابتن لو هنتكلم عن المجموعة بقى التالتة دي وتقييمك لها بشكل عامل المنتخبات دي كلها والمطشط اللي هنتم توقعت وشفتها قوية المجموعة بواجه عام طبعا كرواتيا يعني بنسبة 80% اول مجموعة هديجي بعديها قطر هيجي بعديها المنتخب الياباني ثم انجولا اقوى المطشط اللي هنشوفها في البطولة دي هو مطش قطر وكرواتيا مش عشان قوة الفريتين لا عشان قوة المدربين المدربين 71 سنة و 65 سنة الاثنين كزبوا كاس عالم الاثنين ليهم باع كبير في البطولات الاوروبية الاثنين المدربين محنكين عندهم فكر في اللعب مدرب كرواتيا بيدافع دايما من 3-2-1 وبيزود في الوجوم ملاعب مدرب اسبانيا المدرب الاسباني بمورن قطر مدرب خد كاس العالم مع منتخب اسبانيا والراجل بيشتغل بحرفية جديدة بيشتغل على التفاصيل أثناء المباراة وقبل المباراة فهنشوف مباراة ممتعة أكيد بإذن الله إزاي يتم إنشاء مدرسة تدريبية بتنتمي لبلد ويطلق عليها هيدا أفضل مدرسة إزاي ممكن دولة أو رياضة تعمل ده لأن احنا بنطلق دايما على المدرسة الإسبانية أن هي أفضل مدرسة تدريب في كرة اليد هي المدرسة الإسبانية أفضل مدرسة تدريب في كرة اليد لكن المدرسة الإسبانية منشقة داخلها بتلعب بأسلوبين فيه الأسلوب القديم اللي هو اللي واخده مثلا مدرب منتخب قطر ومدرب برشلونة وكذا مدرب وفيه المدرسة الجديدة اللي فيها ديفيد وفيها مدرب منتخب مصر دول المدرسة بيعتمدوا على شغل غير الشغل هم اللي اتنين بيشتغلوا على المهارة أكتر حاجة وبيشتغلوا على أن إزاي نخلق من ساحات داخل المنافس نخترقها لكن من ناحية المدارس لو جينا نتكلم هنلاقي أن أهم مدرسة في العالم حاليا مش المدرسة الأسفانية لا المدرسة اللي أيسلندا وأغلب المدربين الكواسين حاليا من أيسلندا من دول سكندانفيا دينمارك السويد بيقدروا يعملوا مدرسة وهي مدرسة القوة الموايزة بالسرعة ودي أقوى مدارسة يمكن لو جينا هنلاقي مثلا على سبيل المثال فرقة إيسلندا فرقة قوية جدا وصريعة جدا ما تحسيش أن هي فرقة بتعتمد على العنصر واحد أو مهارة واحدة نفس الكلام الدينمارك بطلة العالم السابقة وهكذا فنقول المدرسة الأسبانية والمدرسة دول سكندنافيا هم المدرستين الأقوى في العالم عشان تعملي مدرسة خاصة بيكي لازم تشتغلي على الأنماط الجثمانية بتاعتي إحنا لغاية وقتنا هذا ما بنشتغلش عن نمط الجثماني المصري عشان بنشتغل عليه لازم نديله وقته ونديله أفراد من المدربين اللي هم يطلعوا أهل حاجة معاً النمط ده يعني وحاج بتتكلم أنا جي في دمجة على طول شكل محمد صلاح من كان في مصر أو من كان في الدوري مثلاً الإيطالي ولما راح الدوري الإنجليزي هو ده اللي حاصل النمط الجثماني بالضبط بالعمل اللي بلا نعم 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 ولكن هستطيعنا حقا نروح لهذا الفاصل وبعد هذا الفاصل بقى نروح للمجموعة الرابعة خليكم معنا اهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا ولسه الصراحة كابتن طارق محروس شجال معنا على كل منتخب نتكلم في كل التفاصيل الخاصة به هنروح لمجموعة بتضم واحد برضو من ابطال العالم ولكن بقى حديث حديث اللقب وده بقى ممكن نعرف اكتر من رأي حضرتك جير مثلا كرواتيا اللقب كان قديم شوية بقى له سنوات طويلة نتكلم عن المجموعة الرابعة واللي بتضم المنتخب الدنماركي الأرجنتيني منتخب البحرين ومنتخب الكنجو الديمقراطية نبدأ مع بطل العالم حامل اللقب ونسخة كانت على ارضه فان هو اللقب فيها اكيد مش حاجة سهلة فجاي بطموحات عالية وكبيرة عندهم لاعب مميز جدا اللي هو خاد افضل لاعب في النسخة اللي فاتت من البطولة حارس مرمى عبقاري ومدرب مخضرم فريد دنمارك فريم مميز دايما الديمارك على مستوى الناشئين والشباب بتكسب بطولات العالم او بتبقى في المربع وبالتالي عندهم زخيرة كبيرة من اللعيبة المنتخب دنماركي جاي البطولة دي وحامل اللقب على ارضه لكن في بطولة اوروبا الاخيرة حصلت له انتكاسة وكانت محل انظار كل المنتخبات المنتخب الدنماركي لتاني مرة البطولة اللي فاتت واللي قبلها دايما يبقى موجود في الفرق المتقدمة للتلاتة الاوائل عندهم زي ما حضرتك قلتي احسن حارس مرمى في العالم لندن وحارس مرمى النادي كيلي الالماني واحسن لاعب في العالم ادهاله اتحاد الدولي سنة العام الماضي واعتقد ان هو هيدهاله هذا العام حارس مرمى متميز جدا عشان تكسبه بطولة وعشان تبقي بطل لازم يكون عندك حارس مرمى متميز ده عندهم حارس مرمى كمان كويس احسن لو بتاع برشلونة وولف فبقى عندك اتنين حراس ما عندكش مشكلة لو الدفاع فيه تكاسل او فيه مشكلة الحراس بتشيل لندن من الحراس اللي نسبتهم في المباراة ما بتقلش عن 30% اعلى نسبة لأي حارس في العالم بتتراوح من 35% الى 40% ده السوبر تخيال ان انت بيبقى عندك حارس مرمى نسبته ما بتقلش عن 30% وبالتالي بيد سقل فرقته غير طبعي طبعا عندهم لعيب حصل على احسن لعب في العالم عدة مرات هانسن عندهم هانسن احسن لعب في العالم يلعب في نادي باريستان جيرمان وكابتن فريق وخد قبل كده احسن لعب في العالم عدة مرات هو لعب مصوف جيد جدا بساعة زميله في اللعب في العام الهجومي ومن احسن اللعيب اللي يقدروا يلعبوا مع الجنحة ولعبت الدوائر وبالتالي منتخب الدنوارك عنده كوكبة من اللعيبة تقدر تساعده ان هو يقدر يكسب البطولة وهو جاي مع مدربهم بيطمع في ان هو يكسب البطولة وطبعا تبقى صعب ان يكسب بطولتين واربعه لكن هو ثقته نمرة واحد زي ما هو قال في الاتنين وحراس بتوعه بيخليه عنده ثقة ان هو يقدر يكسب المباراة اللي هلعبها وخصوصا المباراة اللي هلعبها في المجموعة اللي معاه هو بيعتبرها مباراة سهلة وبيتمنى ان هو يطلع منها باقل خسار من الاصابات وعشان يقدر يكمل بقية البطولة فريد ديرمارك بيدافع بطريقة 6 صفر بحتة يعني ما بيغيرهاش ما بيعافش يلعب خمسة واحد ما بيعافش يلعب اي بيلعبها لكن هو بيلعبها ليه لان عنده حارسين متميزين جدا فمساعدينه على انه يلعب الطريقة دي عنده اجنحة بنقول عليها احنا بلغة اليد طيارة الكرة طالما موسط الجن بتلاقيهم على الناحة التانية فعندهم اجنحة سريعة يقدروا انه هم يلعبوا بسرعة عيب المنتخب الديرمارك في حاجة واحدة انه هو مش منتخب سريع في الملعب هو بيعتمد على انه هو ياخد القورة لو طلعت مرة واحدة لاجنحة اوكي ما طلعتش بياخد وقته كتير في الهجوم لانه دايما بيطلع هانسن لانه هانسن دفاعه مش على قد هجومه فبيطلعه وبيغيره وبالتالي بيستنم ينزل الملعب عشان يقدر يقدر يقدي العمل هجومي طيب نروح لمنتخب الارجنتين وهو صراحة من المنتخبات الملهاش يعني بصمة كبيرة في تاريخ البطولات الكبرى زي كأس العالم افضل نتيجة لمركز العاشر في بطولة العالم اللي كانت في فرنسا توقعتك ايه لي او تقييمك ليه هو منتخب الارجنتين او منتخب زي ما حدودك قلت كده هو بييجي البطولات دي مركز شرفي يمكن هو بطل بان اميركان دايما بيوصل عن طريق التصفيات بياخد المركز الاول في الغالب عنده لاعب واحد بس هو اميز لعبته هو سيموني وبيلعب في نادي في فرنسا تولوز الفرنسي واتنقل لنادي نانت هو من اللعب المميزين جدا لاعب عنده مهارة اختراق المدفعين ما بيشورش من بره بيختارق الدفاعات منتخب الارجنتين زي ما حضرتك قلت بييجي يلعب الادوار الاولينية اعتقد ان هو حظوزه في انه يطلع الدور الرئيسي موجودة منتخب كان بيلعب في بطولة في قطر من اسبوع وما كانش له شكل في الملعب لسه بعيد عن المشاركات الدولية بس اعتقد ان هو في وجود فرق معاه في المجموع اللي هو فيها اعتقد انه هيطلع الدور التاني ليه صعب حضرتك زي ما كنت بتقول ان منتخب يفوز بنسختين وارا بعد ليه صعب الاحتفاظ باللقب اهم من الفوز باللقب اكيد دينمارك فازت بالبطولة اللي ناكت على ارضها احتفاظه بالبطولة بيتطلب ان المنتخب يشتغل على نفسه ويقفل على نفسه السنتين اللي بعد البطولة اكتر ما كان بيشتغل قبل بطولة الفوز موضوع كورونا خلى المنتخب الدينماركي ما بقاش ملموم كتير اللي انتكاسة اللي حصلت له في بطولة اوروبا اللي حصلت له وما حصلتش على اي مركز فيها اثر فيه جامد وبالتالي انا شايف ان هو هيخش المربع لكن فرصه في الفوز بالبطولة بتبقى صعبة شوية دلوقتي كل اللاعبين اللي موجودة في الدوريات الاوروبية بتحظى بحظوظ مختلفة كلمنا عن المنافسات في الشكل او البطولات الاوروبية والقرية في اوروبا تحديدا يعني بتضيف ايه لأي لاعب حتى اللاعبين اللي مشوفنا دوقتي المصرين بيروحوا ولكن تحديدا ليه مختلفة ليه مميزة جدا ليه بتوديهم في حتة تانية المستوى هناك بيكون ممتع ان انت تتفرج عليه حتى لو ملكش حتى بكرة الياد فعلا زي حضرك يعني جبت نقطة مهمة جدا هو هناك بيأكل وبيشرب وبينام كرة الياد يعني عندنا اللاعب يحي خالد يحي خالد قبل ما يسافر من مصر ما كانش هو ده يحي خالد يحي خالد اللاعب في نهايات بطولة اوروبا من اسبوع وقبل بلاء حسن كل الناس شاهدت بيه على مستوى العالم حضرك تعالي دولات الفراج على يحي خالد بيلعب الستين ديئة كاملة دفاعا وجوما قوة تركيز مهارة احساس بالملعب مسئولية الكرة ازاي تطلع وانو وقته تطلع تصويب بمعاد اللاعب مع الزمايل ليه ليه ظروف تانية اللاعب بيعيش كرة الياد بيأكل ويعيش كرة ياد ووظفته اللي موجودة في جهاز الصفر في البطاقة كرة ياد يعني احنا لغاية دولات اللاعب بتاعنا وظيفة مش موجود لعب كرة قدم مش موجود لعب كرة ياد مش موجودة الكلام ده وبالتالي طول ما هو عايش يوم صباح مساء عايش على كرة اليد وبالتالي مستوى بيت التطور زي كده محمد صلاحة ما تطور مستوى لانو عايش واكل شارب كرة قدم وبالتالي بينقلهم من حتة الحد بنتفرج على بطولات اوروبا وبنستمتع بيها اكتر ما بنستمتع بطولات العالم لان بطولات اوروبا الاندية كبيرة معاها فلوس بتجيب احسن اللاعبه بتحطوهم كلهم في حتة واحد هزاي شامبينز ليج فكورو بالضبط اه يعني يعني اللي يمكن اللي قصر الحتة الحتة دي شوية اه نادي اه كيلي الالماني في اه ام اللي كسب بطولة يمكن عناصر اللاعبه اللي عنده مش اميز لعبه في العالم لكن عناصر قوية بتعتمد على القوة والسرعة اه كان بيلعبوا فرقة يعني جنسيات العالم كلها فرقة برشلونة عندهم فروس جايبين كل فرقة اللاعبة العالم الاميز اه فاتفرجنا على مباراة ممتعة هم بيعيشوا كورة يد بيأكلوا كورة يد بيطوروا من نفسهم في علميا في كورة اليد حضرتك اكتر من مرة بتقول على قد ايه بقت كورة اليد دلواتي بتعتمد في وسط كلامك وبين السطور القوة والسرعة يعني هاي دلواتي اه التالنت حاجة مطلوبة ولكن البدني بقى عنصر اساسي في كورة اليد اكتر من اي وقت فيها تابريكت اه الدراع اليمين لمدرب كورة اليد حالان في مستوى العالم مدرب الاحمال والدراع الشمال هو المحلل هو دول اللي بيعتمد عليه ومعتمد كامل المدرب اللي عايز يلعب كورة يد على مستوى عالي لازم لعبته تبقى قوة بدنية عالية جدا عشان يقدر يستحمل اللاعب الستين دي وبالتالي لازم يبقى معاهم مدرب احمال فاهم ودارس احسن فرقة في العالم دلوقتي بدنيا وزهنيا هي اللي كسبت بطولة العالم الفريل الالماني كيل لو حضرتك تفرجت على فترة اعدادهم وشغلهم البدني مش هتصدق الناس دي اذا الشغل القوي ده بيشتغلوا في اليوم مش اقل من من ثلاث ساعات بدني بحت وبالتالي فرقة كيل الالماني كان لها حصل لها مشاكل في الكورونا ناس جات لها كورونا كتير ناس جات لها اصابات لعبة بطولة اوروبا قبل النهائي والنهائي بستاشر لعيبة اللي لعبه فعلي عشر لعيبة ده يدل على ان القوة البدنية او العمل البدني او مدرب البدني بتاع الفرقة على اعلى مستوى من الكفاءة ده بيخلي اللعيب زي نحاضر مش تعبان واقف على رجلهم واقف على رجلهم زي نحاضر بتقول احنا لسه نتكلم عن بقية المنتخبات اللي هتكون بتشارك ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخب الدنماركي وايضا منتخب الارجنتيني ولكن نروح لهذا الفاصل مشاهدين ونواصل من جدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدين في برنامج ملاعب الابطال وطبعا متابعة للحدث الابرز والاهم وهو استضافة مصر للمنديال اليد عشرين واحد وعشرين وجولة كده ضمن المجموعة الثالثة والربعة واحنا دلوقتي فمنتصف الجولة الرابعة مع حضرتك كابتن كابتن طارق محروس النهاردة في ديافتنا بقية المنتخبات بجانب الدنمارك والارجنتين المنتخب البحريني ومنتخب الكنجو الديمقراطية منتخب البحرين ليس بالمنتخب صاحب البيع الكبير طبعا في كرة اليد ولكن كان فيه حتى ممكن نقرب أكتر من مستواه الفني لأن احنا كان منتخبنا الوطني سافر ولعب معه مبارتين والديتين فوزنا في المطشين 32-19 ومطش الثاني 14-13 رؤيتك لمنتخب البحريني وتتوقع منه ايه؟ ومنتخب البحرين اه تطلع وصر كاسي العالم وصيف بطل اسيا منتخب البحرين غير المدرب بتاعه مدرب بتاعه ساب الفرقة وراح مسك منتخب أسلندا منتخب دنماركي واللي مسك الفرقة المساعد بتاعه وكان مسك منتخب الشباب والنشعين البحريني منتخب البحريني يمكن في المطشين اللي لعبهم مع منتخب مصر ما ظهرش بالصورة اللي ظهر عليها من قبل بيعتمد على بردك العناصر اللي عنده زي ما هي مرزا اللعب مرزا لعب نادي الشرقة بتمرم مع كابتن هانف غراني وحسين الصياد لعب الواحدة السعودي ما عندهمش لعبهم موازين كتير ما عندهم الحارس المرمى محمد السيد واميز اللعبة اللي موجودة فيهم لكن ما توقعش انهم ما يظهروا بنفس المظهر اللي يظهروا بيفكاس العالم اللي فات وحظوظهم في السعود حظوظ كبيرة لان المنتخب الرابع اللي معهم مش على قد القوة والاول مرة بيشترك في كاس العالم فاعتقد ان البحرين هتخش الدور الرئيسي بجانب المنتخب الدينماركو طيب منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن المنتخبات زيادة عدد الدول اللي بتشارك في المونديال صب في مصلحتها بشكل كبير هو السابع على مستوى افريقيا فكاس امم افريقيا للنسخة اللي فاتت اللي كانت في تونس وبيشارك في هذه النسخة تبقى منتظر ايه كابتن من المنتخبات اللي اول مرة تشارك في المونديال والله منتظر ان هما زي ما قالوا احنا جايين نحتفل هو مش جاي يلعب هو جاي يحتفل بس افارقة احنا انا لعبته قدامهم كتير او المضربين المصرين لا تأمنوا لو انت لو سيبت المطسر او هو حاسس ان انت نزل بتستهاني بيه في اللعب لو مسك المطس منك مش هتسيبه وبيلعب بكل قوته وبيقاتل عشان يقدر يكسب المباراة فلا يستهان بهذه الفرق لان الفرق دي جاية مش بكة على حاجة جاية تستمتع بيقدوا اداء زي ما نقول اداء جميل فالخوف من الفرق اللي ملهاش باع ملهاش اي حظوص تلعب براحتها فتقدر تكسب المباراة طيب منتخبات الافريقية ودايما بنشوف كده يعني كاس امم افريقية حكرة على بعض المنتخبات الحمد لله منتخب المصري منهم امتى نبتدي نشوف كمان او هل هو ده السبب الرئيسي من بعد مشاركة عدد اكبر وبقى فيه تذاكر اكتر لمنتخبات الافريقية هنلاقي التنافس على صعيد القرى الافريقية كمان بيزيد هو ممكن الراس الخضراء من المنتخبات اللي ممكن تشوفيها كويس منتخب الجزائر منتخب شاب معه مدرب كويس مدرب فرنسي مرم في القرى الافريقية مرم منتخب تونس ولو باعه كتير في المنتخبات واول مشاركة ليه خد تالت افريقيا فرقة كويسة هترجع تاني الجزائر على ايد الان بورت مدرب الفرنسي مدربين محترمين جداً ممكن نشوف منتخب زي منتخب انجولا الكونجو المنتخبات دي يعيبها حاجة واحدة ان هي ما عندهاش الاستمرارية في ان انت تقدر توظفي لعيبتك لعيبها مهنيين واخدنا لغاية دلوقتي هواء فالهاوي بيبقى عنده شغلانا غير اللعب كورتياد وبالتالي لو هم اهتموا بيها من ناحية الحرفية ان هم يصفروا لعبيتهم يلعبوا في البرتغال واسبانيا وفرنسا اعتقد ان الفرق دي هيبقى لها شأن كبير في الفترة القادمة في كورتياد عامة فرصة هذه الدول الافريقية تحديداً ان هم معاهم لغة فرنسية فدي حاجة بتسهل الاحتراف ومعاهم قوى البدنية الرباني بقى اللي هو بالجر اي تدخل المدرب فدي اعتقد والحافز دلوقتي موجود يعني الحافز عند هدي الدول ان هما يكونوا بيشاركوا في اولمبياد معدوم تقريباً ولكن لما بقى خلاص الوصول لكأس العالم حاجة سهلة من المنتظر ان هما يبتدوا ياخدوا الموضوع بشكل احترافي اكبر وده الكلام اللي قاله مدرب راس الاخضر وقاله نفس المدرب كونجو ان احنا هنبتدي نهتم بلعبتنا هنبتدي نوديهم على حساب الاتحادات لأوروبا عشان يحترف هناك وبالتالي مستوهم يرتفع الشغلة دلوقتي في افريقيا بما اننا بنتكلم عليها ضمن بقى يعني المجموعة الرابعة والا بتضم الكونجو الديمقراطية بقى في تطور اكبر بقى ملخوظ بالنسبة لحضرتك علشان احنا حابين يكون التنافس برضو في كاس امم افريقيا بالرغم ان احنا عايزين نفضل لفوز بي ولكن حابين ان هو مش المنافسة تبدأ في المربع الدهبي تكون بادية من الادوار المجموعات ودور التمانية وكذلك يعني حضرتك بتكلمي في نقطة مهمة جدا عشان تبقى بطل لازم يبقى المنافس ليك قوي احنا كويس ياريت بنتمنى ان المنتخبات دي تبقى قوية عشان بطول افريقيا تبقى قوية مش معنى ان انا اوصل للمربع كل مرة عشان ادوار التمانية سهلة لا بالعكس كل ما المنتخبات بقت قوية ده هيرفع مستوانة وهيقدي يخلينا مستوانة كمان على المستوى الاوروبي او البطولات العالمية اعلى لان انت بتروحي بطولات افريقيا مريحة بتلعبي مطش واحد او مطشين قبل النهاية والنهاية هو ده اللي بيحدد المستوى بتاعك لا احنا تمنى ان هم المنتخبات دي تهتم بلعبتها تودي صفارها لان هم زي ما قلت حضرتك الانتحدات بتاعتهم بدأت توديهم البرتغال ببرتغال بقى دوري قوي بدأت توديهم فرنسا وده حيساعدهم كتير ان هم يرفعهم مستوانهم ويخليهم لعبهم محترفين ويخليهم ليهم باع او قدرة على الوصول بالمنتخبات بتاعتهم لاعلى مكانة زي ما بيعمل دولة الاتحاد الانجولي مع منتخب انجولا للسيدات منتخب انجولا للسيدات مصنف عالميا دايما بيخش من دمن الستة الاوائل ليه لان المنتخب الاتحاد مهتم بيهم جدا جابلهم مدربين من البرتغال بيصفرهم على طول او موزعهم على اوروبا بيلعبوا بيلمهم يعملوا معسكرات دايما خارج انجولا وبالتالي بقى ليهم شأن وباع في كل بطولات العالمية للسيدات طيب لو هنتكلم عن المدرب المحلي اللي بينتمي لبلده خلاص اعتقد المقولة دي ما بقتش موجودة خالص بقى الاعتماد على المدرب الاصلح او الانجح او مدرسة الافضل ولكن زمان كان فيه شوية كده ان انت تقول ده المدرب ده من نفس الجنسية ده هيبقى حاسس اكتر بالفريق هيبقى حاسس اكتر بالنشيد الوطني كلام ده ما بقاش موجود هو بص حضرتك احنا بقيت المدرب بقيت مهنة والمهنة بتطلل منك ان انت تبذلي اقصى مجهود احتيت رفاق احتيت لو جاي عشان تشتغلي ان انت تاخدي فلوس انت سعرك في السوق هينزل ما جيش انا مرة اروح امرة من بلد واشتغل مع البلد دي على ان ان جاي اخد منك فلوس لا الناس كلها بتتفرج عليه ما هو المدرب اللي ليه اسم براند في السوق اي مكان بيروحه الناس بتشوف ده عمل ايه طور فرقته ولا لا كسب ولا ما كسبش وبالتالي كل مدرب حريص على اي مكان بيروحه لازم يعمل بصمة فيه لان بيزود سعره المادي والفني والمعنوي على مستوى العالم وده بيخلي المدربين دلوقتي زي ما حاضرك بتقولي كده ما بقيتش القصة ان هو يعني روح وانتماء وهكذا لا في مدربين كتير انا انا يعني انا تعملت مع ديفيد ديفيد اما جيه مصر اول حاجة طلبها انه عايز اتعلم عربي فليه عايز اتعلم عربي قالك عشان الطايموت هو دقيقة اما اتكلم اللعيب بالعربي قادر اوصله المعلومة اكتر من المعلومات وقدر اوضح له بسرعة وهو لو خد سمع المعلومة مني بالعربي هيقدر يترجمها بسرعة عكس ما اقولها بالاسباني واحد يترجمها وبالتالي عبارة ما الترجمة البعنى ممكن ما وصله ازاي معها فمدربين بقى حرصين جدا على ان هم يخشوا في وجدان الفرق يخشوا في الشعور الفرق لكن هنيجي نتكلم بقى هل المدرسة اللي احنا بنجيبها مفيدة لنا ولا مش مفيدة هل المدارس استمراريتها هتقدي لفرق قوية هل المدربين النشئين والشباب بيخدوا من المدرسة دي ويعمموها على الاندية دي كله بيحدد مدى نجاح المدرسة اللي جاية تمر اخيرا يا كابتن تقييم حضرتك للمجموعة الربعة دنمارك لارجنتين البحرين الكونغو الديمقراطي زي ما حضرتك ذكرت كده الدنمارك الارجنتين هتديجي تاني البحرين تالت وكونغو الرابع تحتفل بقى بالتواجد في الاول مرة بالزبط كده انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دايما بتنورنا وبتكلي كده الحديث الشيق وفي معلومات كتير انا بستفقك بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق محروس واحد من نجوم كرة اليد المصرية كمدرب وكلاعب كان في ديافتنا ونورنا النهاردة وبشكر حضركم مشاهدينا شكرا جزيلا من التقي دائما على الالف خير شكرا جزيلا